من اشد انواع البر ومن اشد انواع العقوق ولا يعرفه كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد من اشد انواع البر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اهلي ودي ابيه او صلة الرجل ودي ابيه روايتين صح يعني ايه من اكتر الحاجات اللي فيها بر بالوالدين اللي انت تكرم اصدقاء والدك تخيل يعني ده ده صديق والدي ده انا اكرمه مش عشانه ده عشان ابويا ده نوع من البر لا يعرفه كثير من الناس ان من ابر البر صلة الرجل ودي ابيه يعني اصدقاء اللي بيحبهم بيقعد معهم فبعد ما والدك مثلا مات لسه فرصة البر موجودة عن طريق كرام اصدقاء الوالد تجيب لهم هدية وتعملهم عاملة خاصة عشان الوالد ده من بر الوالد ومن بر الوالد ده صديقات المرأة طبعا بضوابط شرعية كل ده من بر الوالدين طيب ومن اشاد دانوان العقوق اللي ازالي عارفه كثير من الناس نباس الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبير ان يصب الرجل والديه تقول لي ما دي معروفة يعني بس ازاي حيسبي والديه قالوا كيف يا رسول الله قال يصبوا ابا الرجل فيصبوا اباه ويصبوا ام الرجل فيصبوا امه يعني انت براكب العربية وتشتب يقول له يا ابني كذا فهو طبعا يرد علي كلك يا ابني كذا انت الذي تسببت في شتم والديك دي من اكبر الكبائر ومن اشد انواع العقوق يبقى صورة بر اكرم اصدقاء والدك او والديك وصورة عقوق اوعى تشتم حد بابويه لان ده هيتسبب في شتم والديك دعم الفيديو بشير ولايكم انشرف القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم